اشتركوا في القناة النهاردة المراجعة تكون شاملة كل المنهج اللي احنا اخدناه طوال الترم الأول علشان نكون خلصنا كل حاجة واي سؤال انت تتعرض لي في الامتحان يكون ان شاء الله بالنسبة لك سهل وما فيش حاجة تيجي في الامتحان نكون ما قلنا هاش هنكون قلنا كل جزء وغطينا كل نقطة في المنهج الخاص بالترم الأول تعالوا بينا نبتدي اول حاجة عندنا في السؤال الأول بيقول اذكر مميزات عدة التليفون ذات الأزرار اللي هي ذات النغمات احنا عارفين يا ولاد ان العدد التليفونية في منها انواع كتير اللي هي العدد التليفونية الأرضية في منها كذا نوع في اللي هو ذات الضيل وفي العدة اللي بيكون عبارة عن مجموعة من الأزرار اللي هي الضيل بتاعها بيكون مجموعة من الأزرار طيب ايه المميزات الخاصة بعدة الأزرار طبعا بديهي ان احنا نكون عارفين ان طالما انا بقوم بعملية الاتصال عن طريق الأزرار هتكون عملية الاتصال بتتم أسرع وأسهل يبقى اول حاجة عندنا تمتاز هذه العدة بسرعة طلب رقم المشترك انا لما هطلب الرقم بتاع اللي انا عايزة اتصل به هطلبه بسرعة لان دي ازرار مش ضيل دائري تمام تاني حاجة العدة دي بتعمل عن طريق اللمس مجرد ما انت بتلمس الزرار اللي انت بتضغط عليه هيبدأ عملية الاتصال بتتم عند اكتمال كل الرقم اللي انت هتقوم بعملية الاتصال به يبقى تاني حاجة ان هي تعمل عن طريق الامس تالت حاجة عند الضغط على اي زر اي زرار انت هتضغط عليه ايه اللي بيحصل طبعا احنا خدنا وقلنا ان في نغمتين هيتم توصلهم الى السنترال تمام النغمتين دول احنا بنقول عليهم اللي هو الترددين التردد المنخفض والتردد الايه العالي تمام يبقى انا عندي لما هيجي يقول المميزات يبقى اول حاجة سرعة الايه الاتصال يعني اختصار في الوقت تمام تاني حاجة ان هي بتعمل عن طريق اللمس تالت حاجة عند الضغط على اي زر يتم ايصال نغمتين او ترددين ترددين دولت كل زرار عندي بيكون ليه ترددين تردد منخفض وتردد عالي الترددين دولت هما اللي هيوصلوا هيوصلوا للسنترال علشان يقدر يحدد الرقم اللي انت ضغطت عليه تمام كده فهمنا السؤال ده يجي بعد كده السؤال التاني ما هي وحدة ترقيم الازرار ومما تتكون زي ما قلنا احنا هنتكلم دلوقتي عن تليفون ذات الازرار طيب وحدة الازرار دي هي ايه وبتتكون من ايه طبعا وحدة ترقيم الازرار بتعرف بان هي وحدة الوحدة اللي بتصدر اشارات كهربية زي ما احنا قلنا هتصدر اشارة كهربية الاشارة الكهربية دي حاملة لايه حاملة لترددين بيحل الترددين دون بيحلوا محل الرقم اللي تم الضغط ايه اللي تم الضغط عليه تمام كده طيب وايه كمان بنقول ان هي بتتكون من مجموعة من الاجزاء الاجزاء دي عبارة عن ايه زي ما احنا شايفين في الشكل الموضح قدامنا عندي الجزء اصلا الخاص بالازرار وده الجزء على عدة التليفون ده الجزء الواضح اللي انت بتبقى شايف اما في جزء انت ما بتكون شايفه ده بيكون الجزء الداخلي اللي موجود داخل العدة ايه الجزء الداخلي ده يبقى انت عندك الازرار دي اول حاجة بعد كده الجزء الداخلي ده اللي هو عندك حاجة تسمى بالملامسات وعندي القعدة المطاطية وكمان بيت الازرار تمام القعدة المطاطية دي بتكون عبارة عن قعدة مطاطية من السيليكون تمام عند الضغط على الزر اللي انت بتضغط عليه اول ما بتدوس عليه او بتنمسه بيحصل ضغط في قعدة السيليكون بتعمل عملية لمس خاصة بالملامسات تمام واول ما بتيجي تقوم بعملية رفع ايدك او ازالة الضغط من على الزرار اللي بيحصل كده بيحصل عملية رد تاني للمفتاح اللي انت ضغط عليه او الزر اللي انت ضغط عليه تمام كده دي بنقول عليها بتعمل بالاي بتعمل بالنابد او الضغط النابد الضغط الاي اولاد الضغط النابد وطبعا عدد الازرار بيكون عدد الازرار حوالي 16 زر ال16 دول عبارة عن ايه طبعا بيكون مجموعة الازرار اللي انت بتتصل بيها اللي هي من السفر الى التسعة وعندي فيه زرارين تانيين اللي هو الزرار الخاص بالشباك اللي احنا بنقول عليه الشباك وفيه اللي هو زرار اللي ستار او النجمة تمام بيوجد مجموعة من الازرار بيكون لها مجموعة وظائف تانية هنقول وظائف الازرار ديت في السؤال اللي هيجي بعد كده انا اول ما بضغط على الازرار ديت زي ما احنا اتفقنا هيتم ارسال ايه هيتم ارسال ترددين الى السنترال تمام الترددين دولت وليكن مثلا انا ضغط على رقم واحد او رقم اتنين ايه اللي عندي هنا لو احنا هنشوف اين هوت لو بصنا على الشكل ده لو انا ضغط على الرقم ده هيكون فيه عندي تقاطع للرقم اللي انا بتصل به تقاطع رأسي وتقاطع افقي التقاطع الرأسي والتقاطع الافقي دولت بيعبروا عن الترددين اللي هو التردد المنخفض والتردد الايه والتردد العالي تعالوا نشوف كده اولاد انا عندي هنا هوت رقم اتنين اهو فيه هنا تردد تمام تردد منخفض ستمية سبعة وايه وتسعين طيب وهنا تقاطع الرأسي هنلاقي هنا الف ايه تلتمية ستة وايه وتلاتين تمام يبقى انا عندي كده هوت ده بالنسبة للايه للترددين اللي هيوصلوا للسنترال اول ما الترددين دولت يوصلوا للسنترال هيبقى السنترال عرف ان انت ضغط على رقم ايه اتنين تمام كده طيب اه بنقول ان احنا عندنا الترددات دي طبعا بتكون قيمتها بالايه بالهيرتز وبنقول ان انا عندي وحدة الترقيم باجهزة التليفون اللي هي ذات الازرار بتسمى بايه ذات النغمة المزدوجة ذات النغمة المزدوجة ذات النغمة المزدوجة متعددة للترددات ليه قلنا عليها ذات النغمة المزدوجة لاني لو جالك لو جالك فعلل لماذا سميت عدة الازرار بذات النغمة المزدوجة هنقول ان كل رقم بيحمل ترددين تردد منخفض وتردد ايه عالي التردد المنخفض والتردد العالي هو مناتج تقاطع الخط الرأسي مع الافقي اللي هيدوني الايه قيمة الترددين دون تمام كده اولاد يبقى ده بالنسبة للاجابة على السؤال اللي احنا قلناه احنا عارفين ان فيه كده احنا قلنا الدايل اللي هو الخاص بالازرار وبرضو احنا بنسميه دايل يعني احنا هتعودنا على كلمة دايل خلاص بس بنقول عليه ايه دايل ذات الازرار طب انا عندي دايل تاني اللي هو دايل القرص الدائري دايل القرص الايه الدائري السؤال بيقول اشرح تركيب ونظرية عمل الدايل اللي هو ذات الازرار او كرص النداء احنا عارفين دا شكل كرص النداء خلاص او كرص الدائري اللي بيكون فيه العدة التليفونية العادية تمام اللي هي العدة الدائرية بيتكون من ايه القرص دا بيتكون من جزء ايه جزء خارجي وجزء صفلي الجزء الخارجي اللي هو اللي انت بتبقى شايفه قدامك على عدة التليفون اللي هو الشكل دا الجزء الخارجي دا عبارة عن جزء ايه الجزء الخارجي نفسه هو عبارة عن ايه عبارة عن جزء ايه جزء ثابت والجزء السابت ده هو اللي بيكون مكتوب عليه الأرقام اللي انت هتقوم بالاتصال بيها اللي هي مكتوب عليه الأرقام دي 1 و 2 و 3 وهكذا وعند الجزء المتحرك اللي هو الجزء المفرغ في الدوائر الجزء المفرغ فيه الايه؟ الدوائر تمام؟ طبعا بياخد نسبة من المساحة الدوائر ما بيكونش مالية مساحة القرص ايه كامل بعد كده فيه جزء تاني اللي هو الجزء السفلي والجزء السفلي ده انت ما بيكونش شايف ده بيكون داخل العدة التليفونية تمام؟ وبيكون عبارة عن ريش تلامس وريش فصل يعني لو انت جبت عدة التليفون كان عندك عدة قديمة أو حاجة وفتحتها هتلاقي هو عبارة عن ريش الريش دي عبارة عن زي الشرائح المعدنية الرقيقة بيكون فيها عملية تلامس وعملية ايه؟ فصل بيحصل نتيجة ايه؟ تلامس أو فصل الريش دي نتيجة عملية إدارة القرص للاتصال برقم معين يعني لو انت لفيت مثلا حطيت ايدك فيه عند رقم ثلاثة ولفيت القرص خلاص أثناء اللف والعودة بيحصل بعض التلامس لبعض الريش وبعض الايه؟ الريش تاني بيحصل لها عملية ايه؟ عملية فصل تمام؟ القرص العلوي ده بتكون مساحته بياخد قد ايه؟ بياخد تلتين محيط القرص الدقاري طيب ليه ما بياخدش محيط القرص الدقاري كله؟ لاني انا لما بقوم بعملية الاتصال لازم فيه جزء حاجز الجزء الحاجز ده علشان يتتم عملية الايه؟ العودة ولتساوي المسافة ما بين نسب المسافة ما بين الايه؟ ما بين الارقام تمام كده؟ عندي بعد كده قلنا الجزء الخارجي عندي بيكون اللي هو عبارة عن مجموعة الايه؟ مجموعة الارقام اللي انا هقوم بعملية الايه؟ الاتصال عندي مجموعة ريش التلامس بنقول عبارة عن ايه؟ مجموعة ريش التلامس دي عبارة عن مجموعة ريش الارسال اللي هي ريش الايه؟ ريش العد تمام؟ ريش العد دي هي اللي هتوضح الرقم اللي هيتم الاتصال به لانها هتظهر للرقم ده على هيئة ايه بقى هتظهره على هيئة نبضات يبقى فيه فرق ما بين ان انا عندي فيه ضيل ترددات اللي هو بالازرار وفيه ضيل الايه النبضات ضيل النبضات دي عبارة عن النبضات اللي هتوصل للسنترال اللي بتعبر عن الرقم اللي انت ايه قمت بقدرته لو انا مثلا لفيت على الرقم تلاتة هتظهر نبضة في السنترال تعبر عن رقم ايه تلاتة لغاية فين لغاية انت تخلص مجموعة الارقام اللي بتتصل بيها هتلاقي في السنترال مجموعة النبضات وتسمى بكتار النبضات تسمى بايه اولاد كتار الايه النبضات تمام كده بنقول ان احنا عندنا ريش الفصل دي بتكون عبارة عن مجموعتين اللي هي ريش قفل السماعة وريش قفل الميكروفون ليه لان انت لما بتقوم بعملية الاتصال لا في حد بيسمع من التليفون ولا في حد بايه بيكلم انت لسه بتتصل يبقى انا عندي في ريش اسمها ريش قفل السماعة وريش قفل الايه الميكروفون وعندي ده شكل ريش الفصل وريش العد تمام بيكونوا متصلين عندي بفرع اسمه الفرع الف والفرع ب تمام يا اولاد كده وده شكل القرس اللي هو قرس علوة متحرك وبتكون مكتوب عليه الايه الارقام وفي عندي حاجز معدني مساحة القرس دوت المكتوب علي قد ايه بتكون تلتين الايه المساحة الخاصة بالقرس زي ما قلنا ان انا عندي نظرية عمل الضيل لما انا بقوم بعملية ادارة الضيل علشان اتصل برقم من ارقام المشترك المطلوب او الرقم اللي انا هتصل بيه بيحصل ايه بتنفصل وتتصل مجموعة ريش الايه ريش العد على اي اساس على اساس عدد المرات اللي هتساوي الرقم الايه الرقم المطلوب تمام كده وده شكل كطار النبضات اللي بيعبر عن الرقم المشترك وعشان كده احنا بنشوف هنا شكل النبضة بيختلف من رقم الى ايه الى رقم يعني هتشوف النبضة هنا النبضة دي المساحة بتاعتها او الشكل بتاعها مختلف عن دي مختلف عن ايه عن دي لان انت ما اتصلتش كله برقم واحد اتصلت بارقم مختلف مثلا ثلاثة خمسة اتنين واحد وهكذا تمام ده بالنسبة الايه للضيل زات الايه اولاد زات النبضات بعد كده السؤال بيقول يوجد على لوحة الترقيم اللي هي الترقيم الازرار بعض الازرار الاضافية المكملة للعدد 16 تمام بعد التليفون النغمات ما هذه الازرار مع ذكر عمل كل زر يعني ايه الكلام ده يعني هنا السؤال احنا قلنا ما فيش سؤال هنقوله غير ايجي في الامتحان غير لما نكون ايلينو حتى لو كان السؤال فيه حتة انت مش عارف معناها ايه هنا السؤال جاي بصورة غير مباشرة ما قالش اسكر عمل الزر كذا وكذا لان احنا قلنا ان فيه مجموعة من الازرار الاضافية لان الازرار كان عددها 16 زر منهم الازرار الخاصة بالاتصال اللي هي من 0 9 وعندي الزر هو بيقول لي ايه هي مجموعة الازرار المكملة للرقم 16 طبعا احنا عندنا فيه هو عايزك انت بقى اللي تقول الازرار وتقول وظيفة كل واحد هو ما قالك ايه وظيفة زر كذا تمام انت هتقول مجموعة الازرار الاضافية دي عبارة عن اول حاجة عندنا الزر ايه الزر ار ده الزر ار دوت هو عبارة عن الزر اللي انا بضغط عليه علشان اعادة الحرارة عن المشغولية عن طريق الضغط عليه بدون الضغط على ايه بدون الضغط على الجنش طب ايه هو الجنش لو الناس نسيت يعني ايه الجنش الجنش ده اولاد اللي احنا بنبقى حطين عليه السماعة انت سماعة سند عليه اول ما بترفع السماعة الجنش ده بترفع لايه لاعلى هو ده الجنش انا بدل ما اكون لما اكون رفع السماعة وعايز اشوف الحرارة مش لازم اضغط على الجنش عدة مرات لا في بديل للضغط على الجنش ايه هو المفتاح او الزر ار هو الزر البديل للجنش لأعادة الحرارة الى التليفون عن المشغولية تمام وده اول زر مكمل العدد 16 الزر الثاني اللي هو الرضايل ايه هو زر الرضايل زر الرضايل ده هو الزر اللي انا لما اكون عايزة اعمل اعادة اتصال برقم تمام اعادة ايه طلب اخر رقم انا اتصلت بيه بدل ما قوم ب اتصال رقم كامل مرة تانية انا اتصلت مثلا بحد رقم خمسة كذا واكذا الاعداد كلها مش هعيده مرة تانية مش ده اخر رقم هتدوس على رضايل هيقوم باعادة الاتصال مرة ايه مرة تانية بنفس الرقم تمام يبقى دي وظيفة الزر او رضايل وظيفة الزر ايه رضايل بعد كده اتصال بي مش انا قلت لو انا دست على رضايل هيعيد لاخر رقم طيب انا مثلا في شركة والشركة دي انا اتصلت بحد او بحاجة ومش عايز حد يعرف ايه الرقم اللي انا اتصلت بيه زر باس ده بيلغي اخر رقم انت اتصل بيه لانه لو اي حد دست على الرضايل هيعيد الرقم وهيعرف انت اتصلت بمين لا انا زر باس هيعمل ايه هيلغي اخر رقم تم الاتصال بيه بعد كده عندي الزر ميوت ايه هو الزر ميوت الزر ميوت ده هو زر كتم الصوت يعني ايه زر كتم الصوت انا دلوقتي وليكن بكل بحد او باتصل بحد انا سمع هو اللي هو بيقوله لي الرسالة اللي هو بيبلغاني انا سمع بس انا حواليا مثلا دوشة او حواليا اي حد بيتكلم في حاجة انا مش عايز هيسمع الحوار اللي داير ما بين دلوقتي فانا بضغط على زر ايه ميوت بكون انا سمع كل اللي هو بيقوله لي بس هو مش سمع الكلام اللي موجود ايه اللي داير دلوقتي في المكان تمام يبقى ده اسمه زر ايه ميوت يبقى انا ايه هم مجموعة الازرار المكملة للرقم 16 زر الار وزر الريديل والباس والايه اولاد والميوت وهقول وظيفة كل زر ده السؤال اللي كان بيتقال في الجزئية دي بعد كده السؤال التاني بيقول عرف طيار الضرب ايه هو اولاد طيار الضرب طيار الضرب ده عبارة عن طيار متغير بيتم تحويله الى طيار مستمر لتشغيل داير التنبيه الجرس يعني علشان الجرس بتاع التليفون يرن لازمه طيار ضرب الطيار ده جايلي منين طبعا طيار الضرب ده بيكون جايلي منين من السنترال هو عبارة عن طيار عن طيار ايه اولاد طيار متغير يتم تحويله الى طيار ايه مستمر علشان يشغل الجرس تمام السؤال اللي بعده تعددت النغمات بالعدد التليفونية اشرح انواع هذه النغمات احنا عارفين ان العدد التليفون فيها اكتر من نغمة فيها اكتر من ايه من نغمة او اكتر من جرس ايه النغمات دي عندي اول حاجة عندنا اللي هي نغمة النداء ايه هي نغمة النداء تطلق عليها نغمة النداء او نغمة الايه نغمة الدايل النغمة دي اللي هي نغمة الحرارة نغمة الايه الحرارة اللي بيرسلها السنترال مجرد ما يقوم المشترك الطالب برفع السماعة يعني انا اول ما برفع السماعة بلاقي حرارة في التليفون صح الحرارة دي احنا بنسميها نغمة الايه نغمة الدايل الحرارة اللي في التليفون لما احنا بنقول ان رفعت التليفون اه ده في حرارة الصوت اللي طالع او اللي ظاهر عندك ده هو يسمى بنغمة إيه نغمة الضيل تمام هي نغمة الحرارة أو نغمة الضيل أو النداء تمام كده عندي بعد كده نغمة تانية اسمها نغمة إيه نغمة الضرب إيه هي نغمة الضرب إحنا لسه قايلين أن نغمة الضرب هي عبارة عن طيار إيه طيار متغير من اللي بيبعتها السنترال خلاص يبقى يرسلها السنترال الى المشترك الايه المطلوب نغمة الضرب دي هي النغمة اللي هتشغل الجرس عند الشخص اللي انت اتصلت به يبقى الجرس التليفون لما انا ما بسمع جرس تليفون بيرين دي اسمها نغمة الايه اسمها نغمة الضرب عبارة عن ايه عبارة عن طيار متردد تم تحويله الى طيار مستمر ليقوم بايه ليقوم بعمل الايه تشغيل الجرس اسمع الصوت او التنبيه ان في حد بيتصل ايه بيتصل بيا تمام كده بعد كده نغمة الضرب الرجعي طيب ايه هي نغمة الضرب الرجعي احنا لسه قلين نغمة الضرب طيب ايه ده الضرب الرجعي الضرب الرجعي ده انت دلوقتي لما اتصلت بشخص تليفونه بيرين تمام كده عنده دي تسمى نغمة الضرب طيب عندي انا سمعة في السماعة بتاعتي ان التليفون بيرين عنده دي اسمها نغمة الضرب الرجعي اللي هي رد فعل رن الجرس عند الشخص اللي انت اتصلت بيه انت كمان سامع ان التليفون بتاعه بيرين عشان كده بنقول ان هو نغمة الايه نغمة الضرب الرجعي زي تغذية رجعية جاية لك علشان تعرف ان تليفونه فعلا شغال وبي ايه وبيرين تمام كده بعد كده نغمة المشغولية ايه هي نغمة المشغولية طبعا نغمة المشغولية دي انت بتسمعها لما بتكون اتصلت باي شخص والشخص ده تليفونه ممكن يكون هو بيكلم حد تاني او المهم ان السماعة بتاعته مرفوعة من على الجنش طول ما السماعة مرفوعة من على الجنش انت عندك لما هتيجي تتصل بيه اللي هيحصل هتلاقي ان التليفون في حالة مشغولية الصوت اللي انت سامعه ده هو صوت الايه المشغولية وبيكون عبارة عن ايه عبارة عن صفارة متقطعة عبارة عن صفارة ايه اولاد صفارة متقطعة بعد كده النغمات الدالة على رقم المشترك المطلوب يعني ايه النغمات الدالة على رقم المشترك المطلوب النغمات دي اللي هي عبارة عن نغمات بتكون في السنترال اللي بتعبر عن الرقم اللي انت اتصلت بيه او مجموعة النبضات المكونة للرقم ده تمام يبقى ده اسمه ايه النغمة الدالة على رقم المشترك المطلوب ودي بتكون خاصة بالايه بتكون خاصة بالسنترال يعني السنترال هو اللي بيستقبلها مش احنا تمام ودي كل رقم انت هتتصل به هتوصل عند الايه السنترال ما يدل على الرقم اللي انت قمت بالاتصال به بعد كده السؤال التاني بيقول اشرح فيما تستخدم الاتصالات التلغرافية طبعا السؤال ده ده جزء من سؤال كامل احنا قلناه اللي هو مراحل عمرية الايه الاتصال كان فيها ايه وطورت من من اتصال عن طريق مثلا التلغراف في البداية وبعد كده التلغراف برضو لنقل السور وهكذا ده جاي كجزئي هو مش عايز الشرح كامل ده هو عايز الجزئية الخاصة بالايه باتصالات التلغراف طيب اتصالات التلغراف دي يا ولاد بتستخدم في ايه طبعا بتستخدم في نقل وتبادل المعلومات ونخلي بالنا في السؤال هو ايه الاتصالات بالتلغراف لان انا عندي بالتلغراف لجزئيتين هو طالب هنا الاتصال العادي اللي هو لما كنا نبعت تلغراف مثلا لحد في مكان بعيد ودي كانت بداية الاتصالات خلاص عبارة عن ايه بتكون عبارة عن ان انت في عالم اسمه العالم موريس العالم موريس ده عمل ايه عمل شفارات للاتصال حول لكل رقم او حط لكل حرف وكل رقم حطله شفرة بحيس انت هتشوف لما يكون في حد عايز يبعط رسالة انت بتودي الرسالة دي للتلغراف هو بيبدأ كل رقم او كل حرف انت كاتبه هو عنده ليه شفرة معين بيبدأ يقوم بارسال الشفرة دي تمام الى الى المستقبل المستقبل ده المستقبل ده اللي هو الشخص التاني اللي هيقوم باستقبال الاشارة الكهربية ديت وتحولها هيحولها الى ايه هيحولها الى رموز وارقام مرة تاني يبقى انت عندك الرسالة اللي انت بعتها العالم مورس حط لكل حرف او كل رقم حط له شفرة الشفرة دي هو هيقوم بارسالها اول ما ارسل الشفرة دي اتحولت الى اشارة ايه اتحولت الى اشارة كهربية قام الشخص المستقبل كلام ده كله في الارسال الشخص المستقبل بقى عمل استقبل الاشارة دي الاشارة الكهربية وحولها مرة تاني الى اشارة اشارة اصلية اللي هي الاشارة المعبرة عن الارقام او الحروف اللي انت ايه اللي انت بالإتصالات بالإيه التلغرافية تمام كده عندي سؤال تاني مكمل للإتصال بالتلغراف برضو بس بيقول وضح كيف يتم نقل الصور بالتلغراف احنا هنا الأول كنا بعتنا إيه بعتنا كلام مكتوب طيب لو أنا عندي صورة أو خريطة أو رسمة أنا عايز أبعت الصورة دي أو الخريطة أو الرسمة دي طبعا مش هتتم بقى بإشارة موريس تمام لا هتتم بطريقة تانية ايه الطريقة تانية إن أنا عندي الصورة أو الرسمة اللي أنا عايزة أبعتها دي بيتم عليها عملية مسح يعني ايه عملية مسح أولاد عملية مسح يعني التقاط للصورة دي هيتم التقاط للإيه للصورة دي هتكون الالتقاط ده بيعبر عن ايه بيعبر عن مجموعة من النقاط المتجورة مش هي رسمة مرسومة او مكتوب يعني الشكل واضح وصادي الشكل ده بيكون بيعبر عن نقاط النقاط دي ما بين الابيض والاسود فبيتم ارسالها عن طريق عملية الايه المسح والمقصود هنا بالمسح اللي هو التقاط نسخة منها تمام هلتقت نسخة منها عن طريق ايه عن طريق ضوء ساكت او شعاع ساكت على الايه على الورقة دي تمام الشعاع ده هو اللي التقت الايه التقت الصورة دي بعد عملية الالتقاط الشعاع ده كده بقى حامل للشكل حامل للايه للشكل ده فتيجي عدسة عن طريق عدسة بقى العدسة تبتدي تجمع الشعاع دوت علشان يتم ارساله فين ارساله الى الجهة المستقبلة او المكان اللي في الطرف الايه التاني طيب بعد ما العدسة جمعته وتم ارساله ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان انا عندي الاشارة دي هيتم اسقطها على ورق تاني حساس انا خدتها وهو حطها على ورق تاني ايه حساس الورق الحساس دوت هيتم عليه رسم الصورة عن طريق عن طريق الشعاع الحساس للايه للورق ده تمام كده وبكده اكون انا بدأ عملت نقلت الصورة دي من غير ما تنقل من مكاني الصورة دي انا حطتها عندي على الجهاز وبدأ الشعاع يلتقطها والعدسة جمعت الشعاع وتم ارساله مرة تانية وبعد كده اسقطه خلاص على ورق ايه على ورق حساس الورق الحساس دي هتبدأ يتبع عليه الايه اتبع عليه الصورة خلاص طبعا اسقطت دوت على سطح ايه على سطح خلية الخلية تسمى خلية كهرو ضوئية خلية كهرو ايه ضوئية ده الجزء اللي احنا قلناه هنا خلاص بعد كده عندنا السؤال التاني بيقول عرف المسوي وفيما يستخدم مع رسم منحنى الاستجابة احنا خدنا المسوي وقلنا يعني ايه يا ولاد المسوي طبعا المسويات هي عبارة عن دائرة الكترونية الدايرة الكترونية دي بتعمل ايه او ايه وظيفتها بتولد اختلاف معاكس لقيمة التشويه انا عندي دلوقتي فيه اشارة فيها نسبة تشويه الاشارة اللي فيها نسبة تشويه دي المسوي بيعمل ايه بيقوم بتوليد اشارة زيها بس معاكسة ايه معاكسة ليها يبقى المسوي قبرة عن دائرة الكترونية تقوم بتوليد اختلاف معاكس للاشارة الايه المشوهة تمام طيب بقى ليه بقى انا عملت اختلاف معاكس للاشارة المشوهة علشان الاختلاف مع الاشارة نفسها هيتحسفه فهيبقى كده انا لغيت ايه لغية التشويه يبقى تستخدم ليه المسويات للتغلب على التشويه التشويه ده ناتج من ايه طبعا التشويه بيكون ناتج من عدم جودة خطوط الايه التراصل لأي ظروف بتكون خطوط التراصل اللي عندي غير جيدة فبتحدث تشويه في الاشارة علشان اعالج الاشارة انا استخدمت ايه اولاد استخدمت المسويات ده منحنى الاستجابة اللي بيكون موضح عندي لو انا عندي فيه اشارة انهوت الاشارة فيها تشويه اللي حصل هيعمل اختلاف توليد اختلاف معاكس وده واضح ما بين الاشارة الايه واشارة ايه بي اللي اتنين هيلاشوا بعض يبقى انا كده تخلصت من عملية التشويه عملية التشويه ناتجة من ايه ناتجة من عدم جودة خطوط التراصل وده ممكن يجيلي في اكمل ده ممكن يجيلي في ايه في اكمل يقولك التشويه الذي يقوم المسوي بعلاجه التشويه الذي يقوم المسوي بعلاجه يكون ناتج من نقط ناتج من ايه ناتج من عدم جودة خطوط التراصل تمام كده اولاد السؤال اللي بعد كده بيقول ما المقصود بعدة التليفون الاوتوماتيكي بذاكرة وكمان عدة التليفون زود ترقيم النبضي ايه نبضي طيب ايه بقى زودتزاكرة بنقول ان عدة التليفون زودتزاكرة ديت هي عبارة عن عدة تليفون رقمية ولكن تم اضافة دائرة الكترونية عليها ايه الدائرة الالكترونية دي الدائرة الالكترونية ديت هي دائرة تقوم بالاحتفاظ بمجموعة ارقام وتخزينها بيحتفظ بمجموعة ارقامه ايه اولاد وتخزينها يعني بيخزن ارقام داخل الزاكرة يبا هو بيحتوي على زاكرة تمام ولكن التليفون دوت ممكن يفقد الزاكرة بتاعته بسهولة اه طب امتى لو سألني كيف يمكن فقد الارقام المحفوظة في زاكرة التليفون الخاص اللي زاكرة ازاي بتتحزف بتتحزف ازا كان البطارية بتاعت التليفون ده فضيت لان انا عندي التليفون بزاكرة لازم يكون فيه بطارية اللي هي عاملة زي حجر خلاص الحجر دوت بيخلي دايما الزاكرة اللي جوه التليفون ده شغال طول ما التليفون البطارية بتاعته دي شغالة خلاص الارقام محفوظة ما فيش اي مشكلة اما ازا فضيت البطارية يبقى الارقام المحفوظة مالها اتشال تمام كده طيب انا بحفظ الارقام دي ازاي بحفظ الارقام دي بتكون عن طريق ان انا بدي كل رقم انا عايز احفظه خلاص بديله رمز او بديله مفتاح معين من مفتاح التليفون هو دوت اللي خاص بحفظه يعني مثلا انا مسجله رقم كذا خلاص رقم اختي مثلا الرقم ده ماله انا هكون مسجله لما اضغط على مفتاح رقم كذا هو يجيب لي الرقم ده تمام يبقى ده اسمه التليفون بايه يا ولاد بذاكرة وده الشكل الخاص بالتليفون تمام عندي التليفون بذاكرة دوت يصل حفظ عدد الارقام المخزنة فيه الى ما يقارب عشرين رقم اقدر احفظ عليه عشرين رقم تمام طيب بعد كده التليفون بذاكرة ده بيكون مفيد او كثير الاستعمال فين بيكون كثير الاستعمال في الشركات ولدى رجال الاعمال والمكاتب الحكومية تمام وطبعا الشرط الاساسي وجود وحدة تغذية دائمة لحفظ الارقام وجود وحدة تغذية دائمة لحفظ الارقام عرفنا ايه هو التليفون زو الزاكرة طيب بعد كده تكملة السؤال كان عن التليفون زو الترقيم النبدي ايه هو التليفون زو الترقيم النبدي بصوا ولاد عندي ده شكل التليفون زو الترقيم النبدي وهو تليفون عبارة عن دمج ما بين التليفون العادي اللي هو زي تليفون الضايل بس اختلف ان هو لي ايه ليه ازرار ده الشكل بتاعه تمام كده طيب التليفون دوت بتستخدم وحدة الترقيم بتاعته عن طريق بتايه بتولد نبضات كهربية بتولد ايه بتولد نبضات تمام النبضات دي بتكون مشابهة للنبضات اللي بتولدها اجهزة العدة ذات الضايل الدائري يعني زي النبضات اللي بتولدها الترقيم النبدي يعني بصوا ولاد من اسمه اسمه ترقيم نبدي يبقى هو بارقام بس نبضات لان احنا كنا بنقول قبل كده ان عدة التليفون اللي هي ذات الازرار او ذات الترقيم دي مالها كانت عبارة عن ترددات ما كانتش نبضات انما هنا دي ايه بترسلي الرقم على هيئة ايه برضو على هيئة نبضات شبيهة الكورس الدائري تمام ده الشكل بتاعها خلاص احنا قلنا انه هو يعتبر خليط ما بين عدة التليفون اللي هي الضيل وعدة التليفون ذات الازرار تمام السؤال اللي بعد كده اذكر مكونات عدة التليفون الاوتوماتيكي ذات النبضات هو عايز ايه هي مكونات العدة ذات النبضات احنا عارفين ان اي سؤال ييجي فيه مكونات لعدة تليفونية بديه جدا اول حاجة انت هتقولها هو ميكروفون وتاني حاجة اللي هي السماعة لا يوجد طبعا تليفون من غير ميكروفون او سماعة عندي بيكون فيه مجموعة من المكسفات وكمان الجرس مفيش تليفون يخلو من الجرس والجنش والضيل وملف الحس يبقى ايه هي المكونات السماعة الميكروفون المكسفات الجرس الجنش الضيل وملف الحس تمام دي مكونات ايه عدة التليفون الاوتوماتيكي ذات النبضات بعد كده يقول لي وضح او اذكر حالات تشغيل العدة التليفونية الاوتوماتيكي ذات النبضات ايه حالات التشغيل اللي بتمر بيها عدة ذات النبضات طبعا احنا عارفين ان حالات التشغيل كانت اربع حالات اللي هي حالة الضرب حالة الكلام حالة السمع حالة النداء دي الحالات الاساسية عندي يبقى ضرب كلام سمع نداء تمام كده السؤال اللي بعض بيقول اذكر انواع المسويات واين يتم توصلها طبعا احنا عارفين اننا عندي كام نوع من المسويات عندنا المسويات نوعين مسويات سابتة الاعداد ومسويات ايه متكيفة طيب يعني ايه مسويات سابتة المسويات المسويات السابتة اللي هي معاملاتها سابتة من اسمها سابتة لا تتغير يبقى هي دي مسويات ايه سابتة المسويات السابتة هي المسويات ذاتة المعاملات الايه السابتة التي لا تتغير وده ممكن يجبولك في سؤال صحة وغلط حاجة بسيطة علشان دايما هما بيبقى فيه اللي متحان فيه اسئلة كتير بتبقى لمصلحة الطالب تكون بسيطة تمام بعد كده عندي النوع التاني من المسويات اللي هي المسويات المتكيفة ومن اسمها مسويات متكيفة يعني المعاملات بتاعتها معاملات ايه القيم بتاعت المعاملات تتكيف اوتوماتيكيا بيحصل لها عملية تكيف اوتوماتيكي مع القياسات اللي بيتم اخذها لقناة الايه لقناة التراصل يبقى دي ضبط اوتوماتيكي تمام كده طيب عندي بيقول كان بقية السؤال بتتوصل فين احنا عندنا المسوي يا ولاد ده هنا هو وضع المسوي فيه هنا الجهاز الايه جهاز الارسال وعندي الاستقبال المسوي فين بقى بيكون في نهاية خط التراصل ده كده ادي الارسال واضي خط التراصل في نهايته نهايته من فين نهايته جهة جهاز الاستقبال ولما يجي يقول لي اين يوجد لازم ترسم له الرسمة دي هي سهلة رسمتنا بسيطة هنقول ارسال واستقبال ما بينهم خط التراصل وفي نهاية خط التراصل احط مين احط المسوي خلاص كده بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لماذا نستخدم المعدلات في الاتصالات احنا عارفين ان احنا في حاجة اسمها المعدلات او دوائر التعديل هو انا ليه اصلا استخدمت المعدلات دي حاجة بسيطة جدا علشان تعرف تجاوب على السؤال ده طبعا انت عارف اني الصوت بتاعك لو احنا اخدنا مثال الصوت الصوت بتاعنا ده ده صوت منخفض الترد انا مش هقدر ارسله الى مسافات بعيدة خلاص طيب ايه الحل الحل علشان ارسله الى مسافات بعيدة انا بعمل عملية ايه بعمل عملية تعديل تمام يبقى عملية التعديل ده بتعمل ايه ده علشان تنقل الاشارة بتاعتك الى مسافات ايه بعيدة لان تردد السمع هو منخفض التردد لا يمكن ارسله خلاص طيب وايه كمان علشان يتم نقل اكتر من محادسة على خط واحد احنا ما بيكونش عندي المحادسات مش كل حد ليه في محادسة معموله خط لا انا الخط الواحد ببعث عليه اكتر من ايه اكتر من محادسة واخدنا الجزء ده بالتفصيل تمام يبقى لماذا نستخدم المعدلات في الاتصالات اول حاجة لنقل الاشارات لمسافات ايه بعيدة لانها زي تتردد منخفض تاني حاجة لنقل اكتر من محادسة على خط تراسل واحد لنقل اكتر من محادسة على خط ايه واحد بعد كده السؤال اللي بعض بيقول ما هي مكونات دائرة عدة تليفون الماجنيتو احنا خدنا اول عدة درسناها في العدد التليفونية كانت عدة تليفون الايه الماجنيتو وبرضو من مكوناتها عندنا الجرس المستقطب والمرسل والمستقبل طبعا المرسل المستقبل اللي هو الايه اللي هو السماعة والميكروفون كتبت مرسل وكتبت مستقبل صح كتبت سماعة وميكروفون برضو صح وعندنا طبعا مولد وجنش وبطارية وملف الحسن وطبعا عدة التليفون الماجنيتو معروفة بوجود الايه معروفة بوجود المولد تمام كده بعد كده كارن بين الارسال بالتقسيم الزمني والتقسيم الترددي طبعا عندنا التقسيم الترددي ده بيختلف فيه عن التقسيم الزمني في اننا عندي بنقل او بشغل كل المحادثات عندي على خط واحد بس بيكون بدي كل جزء ايه تردد خاص بي يعني كل محادثة هتاخد التردد بتاعها في حدود في حدود نطاق التردد المحدد لهذا الخط يعني انا عندي متحددلي التردد ده من كذا لكذا خلاص خلال التردد ده انا هقسم المحادثة كل محادثة اديها جزء من ايه جزء من هذا التردد يعتبر انا قسمتها على مجموعة ايه نطاقات يبقى انا كده قسمتها الى مجموعة ايه مجموعة نطاقات زي ما واضح في الشكل عندي ولما اجا اقول تقسيم التردد ارسم الشكل بالطريقة دي يا ولاد تمام طبعا ده بيتم عن طريق ايه عن طريق المعدلات بعد كده عندي الارسال تاني حاجة اللي هي الارسال بالتقسيم الايه بالتقسيم الزمني الارسال بالتقسيم الزمني بيكون عن طريق اخذ عينات يبقى انا عندي هاخد من الاشارة عينات على فترات زمنية ايه متبعدة بس الفترات دي تكون متساوة وانا عندي دي شكل الاشارة لو انا اخدت منها كل فترة اخدت منها ايه عينات العينات دي انا بخدها ازاي بخدها عن طريق دايرة الدايرة دي بتحتوي على بتحتوي على مفتاح المفتاح ده بيقوم بعملية الفصل والتوصيل لاخذ جزء من الاشارة او اخذ ايه عينا من الاشارة تمام كده يبقى دا المفتاح اللي هيقوم بعملية الغلق والإيه والفتح ده الشكل بتاعه تمام اللي هياخد لي من الاشارة التماثلية دي ايه عينات تمام بعد كده اولاد ايه هي الطرق المختلفة للتعديل طرق التعديل عارفين انه هما تلت طرق تعديل اتساعي وتعديل ترددي وتعديل في زاوية الوجه وبكده اولاد تكون انتهت حلقتنا معاكم وان شاء الله بتمنى لكم النجاح والتوفيق وركزوا في مذاكرتكم وان شاء الله هتنولوا اعلى الدرجات بشكركم وياللقاء